اللغة العربية والتعدد والمعاجم الاستلاحية التنائية والتلاتية شكل محور ندوت من تنظيم فريق البحث في اللسانيات التطبيقية بكلية علوم التربية بالرباط نجد سيد الضوء على المصطلح العربي ودوره في إغناء اللغة ومحتوها وإشكالاته المرتبطة بالترجمة والنقل التكنولوجيا بضافته للمصطلح الوافد وضوابط البناء هذه الضوء تأتي ضمن سلسلة من الندوات واللقاءات العلمية التي ينظمها المهاد وخصصا فريق البحث في اللسانيات الطبيقية حول القضايا اللغوية الراهنة سواء كانت تقنية كما هي هذه الندوة أو ذات بعد اجتماعي عام وهذه الندوة تتمحور أساسا حول مسألة المصطلح والمشاكل التي يتيرها عندما نكون في فضاء متعدد وبالتالي كانت هذه الجلسات التي تكون الندوة هي ست جلسات حول المصطلح العربي وإشكالاته من وضع وترجمات وتعريب إلى آخره كما تناولت جلسة ندوة المخصصة لنغوة العربية والتعدد إشكالية المصطلح الديني والترجمة والمصطلح الصوفي وأبعاده اللغوية والوجدانية واختصيته كلغوة التصوف الفلسفي بضافة لمناقش دور التكنولوجيا في خدمة التعدد ترجمة نانسي قنقر